وإلى شأن الثقافي حيث قالت وزيرة الثقافة نيفيني الكلاني إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سينعقد خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل تحت شعار على اسم مصر معا نقرأ نبدع ونفكر وأضافت الكلاني خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة معرض القاهرة الدولي للكتاب أن المعرض سيحتضم فعاليات عدة وسيكون معنيا بعكس حاضر مصر واستشراف مستقبلها كما أن القيادة السياسية حريصة على أن يظل المعرض نافذتان خاصة لمصر على العالم في ظل ما يشهده من تغيرات وأزمات اقتصادية معنا من القاهرة أحمد أسامة مسؤول التسويق الإلكتروني في مكتب التنمية بالقاهرة برحب بيك يا أستاذ أحمد يعني المعرض بيجي السنة دي فيه ظروف بالتأكيد صعبة الارتفاع الأخير في سعر الدولار ومن قبله حتى كان فيه ارتفاعات متتالية في أسعار الورق ومن ثم الكتب إيه أبرز وآخر استعدادات المكتبات العاملة في السوق لاستقبال المعرض وإيه تأثيرات هذه الأزمة على هذه الاستعداد مساء الخير يا أستاذ أحمد مساء الخير على المستمعين والمشاهدين الكرام طبعا فيه تحديات كتير لسوق النشر حاليا في الفترة الحالية بسبب العملة طبعا تغير أسعار العملة وارتفاع سعر الدولار سعر الورق بقى غالي جدا يعني تقريبا دي الأزمة الكبرى اللي بيوجهها سوق النشر حاليا نحن بنتكلم أن طن الورق قرب بيوصل خلاص على مشارف 65 ألف جنيه للطن ومش موجود فيه أزمات طبعا بسبب الحرب روسيا وأوكرانيا في استيراد الورق لأن النتج المحلي مش كفاية تقريبا نتج المحلي هو خمس الاستهلاك فدي أزمة كبيرة جدا طبعا المكتبات يعني بتحاول تواجه ده أن هي بتحاول توفر للقرق المصري طبعات مصرية من العنوين الصادرة من دور النشر العربية واللي بيهتم بها القرق المصري وبيتابعها عشان دي بتبقى يعني تكلفتها أقل أن الطبعة بتبقى هنا فبيوفر في خمس الورق بيوفر في الشحن بيوفر في التخزين فالتكلفة برضو بتبقى أقل شوية لكن على الصعيد العام بتبقى فيه أزمة كبيرة جدا أن معادلة صعبة إزاي توفر للقرق الكتاب بسعر مناسب وفي نفس الوقت أنت تقدر تتحمل تكلفته دي بتبقى يعني معادلة صعبة جدا وتمنى يعني المعرض ده يكون في حلول على صعيد تاني الحلول اللي ظهرت مؤخرا على الساحة هي الكتاب الإلكتروني متمثل في المنصات الإلكترونية الإلكترونية أبرزها منصة أبجد حاليا على الساحة بتوفر للقارئ العربي يعني إصدارات على قد ما تقدر بأسعار متناسبة اشتراك سنوي أو شهري حسب مقدرة كل قارئ لكن توقع الكتب الورقية زي ما كنت هتكمل هي الكتب الورقية يعني القارئ مهتم وحابب ومعرض الكتاب معمول أصلا علشان الناس تروحوا تشريع الكتب الورقية طيب أنا عندي الآن أزمة أنه الدولار بيغلى أنه الورق مش موجود وسعره بيغلى فبالتالي السعر الورق بيغلى فبالتبعية سعر الكتب بيغلى في مناخ أصلا الناس عندها أزمة اقتصادية فبالتالي ترتيب أولوياتها أكيد يعني الكتب والقراءة ممكن تكون في مرتبة أدنى كل ما كانت الظروف أصعب في ظل الأجواء دي تتوقع شكل معرض الكتاب الجاي يكون عامل إزاي وهل الدور مازالت قادرة أن هي تحقق المعالة دي وتنزل الكتب بسعر مقبول هي الدور بتحاول على قد ما تقدر أن هي توفر سلعة مناسبة توفر أسعار مناسبة بس برضو القارئ لازم يبقى عامل حسابه ولازم يبقى واخد باله أن حتى الكتاب هي في الأول في الآخر سلعة زي أي سلعة أسعارها بتتأثر بالوضع العام يعني فهو هي المسألة هتبقى بالنسبة للقارئ أو المستهلك بتبقى مسألة أولويات هل أنت فعلا عايز تشتري ومتمسك بموضوع القراءة والكتب أوكي خلاص تمام يبقى حتراعي اللي بيحصل في السوق عمتا وتتعامل معاه زي ما بتتعامل مع أي سلعة تاني طبعا فيه دور نشر بتقدم مبادرات فيه مكتبات بتقدم مبادرات رجع للساحة دلوقتي الناس بتنادي بإصدار طبعات شعبية للسوق المصري من الروايات المهمة لكبار الكتاب عشان تبقى تكلفتها قليلة وفي نفس الوقت يبقى سعرها مناسب للسوق والوضع الحالي وأعتقد أنه سيبقى فيه طبعات شعبية الإصدارات كتير الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر